هذه هي الحلقة الرابعة والثلاثون من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة أبدأ من هذه الرسالة العراقية من الناصرية ومن الدكتور أحمد عبدالحسين عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه من أذع علينا شيئا من أمرنا فهو ممن قتلنا عمدا ولم يقتلنا خطأا توجد أحاديث كثيرة لأهل البيت تمنع أصحابهم من إذاعة بعض أحاديثهم فما هي الضابطة في زماننا للأحاديث التي يجب الامتناع عن إذاعتها ونشرها مرة نتحدث عن مصطلح ورد في كلماتهم صلوات الله عليهم أسرار آل محمد وهناك نهي عن كشف أسرار آل محمد السؤال هنا ما المراد من أسرار آل محمد هل هي الأسرار الحقيقية أم هي أسرار نسبية إذا كان الحديث عن أسرار حقيقية لآل محمد فنحن لا نعرفها أساسا حتى نعلنها هي أسراره إذا كنا نتحدث عن شيء يقال له حقيقة بأنه سر السر سر نحن لا نعرفه فإذا كنا نتحدث عن أسرار آل محمد بالمعنى الحقيقي فإننا لا نعرف أسرارهم لأنها عندهم وهم لم يطلعون عليها أما إذا كان الحديث عن هذا العنوان أسرار آل محمد بالمعنى النسبي إنها أسرار نسبية وهو هذا المقصود الأسرار النسبية ما هي بأسرار حقيقية وإنما تصبح أسرارا لظروف معينة السر الحقيقي سر لا يطلع عليه أحد أما السر النسبي فإنما يكون سرا بحسب الظروف والملابسات المحيطة به فقد يكون سرا في زمان ما وقد لا يكون سرا في زمان آخر وهكذا ويكون سرا بالنسبة لشخص معين ولا يكون سرا بالنسبة لشخص آخر هذه هي الأسرار النسبية فما جاء في أحاديث العترة من حديث عن أسرار آل محمد إنهم يتحدثون عن أسرار نسبية تكون أسرارا في بعض الأزمنة في بعض الأمكنة بالنسبة لبعض الأشخاص ولا تكون كذلك بالنسبة لزمان آخر لمكان آخر لأشخاص آخر إذن الروايات حين تحدثت عن أسرار آل محمد تحدثت عن أسرار بالمعنى النسبي وليس بالمعنى الحقيقي لأن الأسرار الحقيقية نحن لا نعلمها حتى نكلف بعدم إعلانها أو بعدم إذاعتها تلك أسرارهم الخاصة به الأسرار النسبية على نوعين هناك أسرار معرفية قد ترتبط بالعقائد قد ترتبط بتفسير القرآن قد ترتبط بالفتاوى والأحكام علم الدين علم الدين قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم وهذا الأمر يختلف من زمن إلى زمن في مقطع زماني معين القول بأن الخمسة هو للإمام المعصوم كان يعد سرا من أسرار أهل محمد في مقطع زماني معين وهكذا هذا النوع الأول من الأسرار النسبية النوع الثاني وهو الأهم وهو الأهم إنها الأسرار العملية بعبارة أخرى أسرار برنامج عمل الإمام المعصوم مع الذين يشرفون على هذا البرنامج من شيعته وأتباعه ويعملون فيه كل إمام من أئمتنا عنده مشروع عمل عنده برنامج عمل ينقسم إلى ثلاثة أقسام هناك عمل للإمام المعصوم يرتبط بزمانه وبأمة ذلك الزمان وهناك عمل للإمام المعصوم يرتبط بالتمهيد للإمام القادم وللجيل القادم الذي سيكون في زمن ذلك الإمام إنه الإمام الذي يأتي من بعده وهناك عمل للإمام المعصوم يرتبط بمشروعهم الكبير إنه المشروع المهدوي الأعظم فكل إمام من أئمتنا ابتداء من رسول الله وانتهاء وانتهاء بإمامنا الحجة بن الحسن فهو يعمل لزمان إمامته في الغيبة وفي الظهور ويعمل كذلك للتمهيد لمرحلة الرجعة لسيد الشهداء الذي سيكون راجعا في المقطع الأخير من زمان قائم آل محمد حتى يتيقن الناس بأن هذا هو الحسين الحسين وحينئذ سينتهي العصر القائم هكذا حدثون في رواياتهم وأحاديثهم الشريفة فكل إمام يعمل بهذه الاتجاهات الاتجاه الأول يختص بزمانه وشيعته الذين هم في زمانه والاتجاه الثاني تمهيد للإمام الذي يأتي من بعده والاتجاه الثالث تمهيد للمشروع المهدوي الأعظم إمام زماننا اتجاهاته الثلاث هي برنامجه لغيبته وظهوره عمله للتمهيد لرجعة الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعمله للتمهيد للدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيم فكل المحصومين هذا هو عمله قطعا حينما يكون العمل بهذا المستوى هناك أسرار هناك ارتباطات هناك علاقات هناك إمكانات مادية معنوية ترتبط بتفعيل هذه البرامج أسرار هذه البرامج هي الأسرار الأهم هي أهم من النوع الأول لأن الأسرار هذه يجب المحافظة عليها على كل حال في كل زمان في كل مكان إلا أن يأذن الإمام لحكمة لمصلحة أن تتسرب بعض الأسرار في زماننا الآن لا توجد أسرار من النوع الأول الكتب موجودة في كل مكان بإمكان أي شخص أكان من الشيعة أم لم يكن من الشيعة أن يصل إلى كتب حديث أهل البيت كي يطلع على أحاديثهم وخطبهم ورواياتهم وزياراتهم وأدعيتهم في زماننا الآن لا توجد أسرار على الإطلاق لا توجد أسرار أي أسرار والكتب والأحاديث والكلام واقع تحت أيدي الجميع إن كان بالفعل أو بالقوة إن لم تكن الكتب متوفرة عند أحد فبإمكانه أن يحصل عليها أن يحصل عليها من المكتبات العامة على سبيل الاستعارة أن يذهب إلى سوق الكتب كي يشتريها أن يدخل إلى الشبكة العنكبوتية كي يصل إليها وهكذا الكتب موجودة في كل مكان فما بقيت هناك من أسرار من النوع الأول ما يرتبط بالعقائد بالتفسير بالفكر بالفتاوى إلى غير ذلك قد يقول قائل مثلا في دولة طالبان مثلا في أفغانستان الكلام لا يكون هنا عن أسرار وإنما سيكون عن تقية أحكام التقية شيء وأحكام الأسرار شيء آخر فالمشكلة التي ستواجه الشيعي في بلاد كبلاد طالبان إنها مشكلة التقية أما إذاعة الأسرار فهذا عنوان له طبيعته له خصائصه في زمان لا توجد أسرار لكن لو أن شخصا صار جزءا من الذين يطلعون على النوع الثاني من الأسرار أن يكون على علاقة بإمام زماننا فأسرار برنامج عمل إمام زماننا هذه هي الأسرار في زماننا هذا إذا كان هناك من إنسان قد اطلع على هذه الأسرار الروايات تخبرنا أن مجموعة من الشيعة نحن لا نعرفهم يكونون على علاقة خاصة بإمام زماننا وهؤلاء يحفظون الأسرار أسرار عملي إمام زماننا وتذهب الأسرار معهم إلى قبوره هذه هي الأسرار من النوع الثاني الرواية في مختصر البصائر بصائر الدرجات لسعد الأشعري القمي وهذا هو مختصر بصائر الدرجات والذي يعرف بمختصر البصائر الكتاب الأصل لسعد الأشعري القمي من أصحاب أئمتنا صلوات الله عليهم أما المختصر فهو للحسن ابن سليمان الحل من علماء الشيعة في القرن الثامن الهجري وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في الصفحة التاسعة والثمانين بعد المائتين إنه الحديث السابع والتسعون بعد المائتين بسنده عن بسنده بسند سعد الأشعري إنه صاحب الكتاب الأصل بسنده عن يونس ابن يعقوب عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه من أذاع علينا شيئا من أمرنا هذه أسرار عملهم من أذاع علينا شيئا من أمرنا فهو ممن قتلنا عمدا ولم يقتلنا خطأ العباسيون قتلوا الأئمة لا لأجل الجانب المعرفي قطعا هم يرفضون الجانب المعرفي لكنهم قتلوا الأئمة خوفا من برنامج عملهم على المستوى الاجتماعي على المستوى السياسي وعلى المستوى الديني إن كان الإمام يوجه أنظاره لزمانه أو للزمن القادم الذي يرتبط بالإمام الذي يليه أو للبرنامج الأكبر لمشروع إمام زماننا الحجة ابن الحسن من أذع علينا شيئا من أمرنا فهو ممن قتلنا عمدا ولم يقتلنا خطأا النظرة الأولى تذهب إلى النوع الثاني من الأسرار في زمان الغيبة النوع الثاني من الأسرار نحن لا نطلع عليه هناك مجموعة خاصة تطلع عليه نحن لا نعرفها وهم يأخذون أسرارهم معهم إلى قبورهم بقي الكلام في النوع الأول من الأسرار في زماننا لا يوجد شيء يقال له سر من النوع الأول الأحاديث موجودة في كل مكان ونحن مأمورون بنشر هذه الأحاديث علينا أن نراعي التقية في بعض الموارد إذا كان حكم التقية واجبا علينا وعلينا أن نراعي المدارات في بعض الأحيان لكن حينما يكون الكلام صدعا بالحق مثلما الدعي لأنني أرى وظيفتي أن أصدع بالحق فهنا لا أبالي بالتقية ولا أبالي بالمدارات سيكون التكليف صدعا بالحق أن تطرح الحقائق كما هي لأن الواقع يفرض علي وعلى أمثالي أن نصدع بالحق لا بد من صادع يصدع بالحق وإلا ستضيع الحقائق إذا بقي الأمر على الطوسيين اللعناء ستضيع الحقائق لن يبقى شيء من دين العترة الطاهرة ودائما أقول لا بد من شخص تكسر برأسه الجرة وأنا الذي تبرعت وبكل فرح وسرور أن تكسر الجرة برأسي فلا يوجد سر في زماننا لا بالنسبة لي ولا بالنسبة للسائل ولا بالنسبة لأي شيعية هناك تقية في بعض الأزمنة في بعض الأمكنة هناك مدارات للذين هم في مقام التربية والتعليم الذي يكون في مقام التربية والتعليم عليه أن يتبع أسلوب المدارات وعليه أن يتبع أسلوب البيان التدريجي شأن التعليم هو هذا أما شأن الصدع بالحق فهو هذا الذي أتصدى له وأقوم به من الآخر في زمان الغيبة الطويلة في زماننا هذا لا توجد أسرار من النوع الأول ترتبط بأحاديثه نحن في زمان يجب علينا أن نعرف بفكر العترة الطاهرة على الجميع على الجميع وكل شخص بحسبه هناك من هو قادر أن يتكلم بلسانه عليه أن يتكلم بلسانه ولو مع شخص واحد وهناك من هو قادر أن يشتغل في حق للإعلام فعليه أن يبادر إلى هذا إذا كان متمكنا من العمل الإعلامي على مستوى الراديو على مستوى التلفزيون على مستوى السينما على مستوى الإنترنت على مستوى الصحافة والمجلات كان قادرا على الكتابة والتأليف عليه أن يبادر كان قادرا على نظم الشعري وكتابة الرواية الأدبية عليه أن يبادر كل بحسبه كل بحسبه إذا كان الإنسان قادرا على الأقل أن يتحدث مع أسرته مع الناس القريبين منه هذا هو الكافي الجزء الأول إنها طبعة دار الأسوة طهران إيران في صفحة الخمسين الحديث التاسع بسنده بسند الكليني مؤلف الكافي عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه رجل راوية لحديثكم يبث ينشر في كل مكان رجل راوية لحديثكم يبث ذلك في الناس ينشره ويشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم يشدده من خلال أساليب طرحه وبيانه ومن خلال تعميق المضامين والمعاني كالذي أفعله في برامجي إنني أوظف كل موهبة أمتلكها أوظف كل ثقافة أعرفها أوظف كل قدرة أستطيعها لأجل خدمة حديثه هذا هو معنى التشديد رجل راوية لحديثكم يبث ذلك في الناس ويشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم ولعل عابدا من شيعتكم ليست له هذه الرواية أيهما أفضل قال الراوية لحديثنا يشدد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد والألف هو الرقم الأعلى في لغة العرب لا يوجد في لغة العرب مليون أو بليون مليار لا توجد هذه الكلمات في لغة العرب أعلى رقم في لغة العرب الألف الراوية لحديثنا يشدد به قلوب شيعتنا يشددها يثق رباطها مع إمام زمانها يثق رباطها مع ثقافة دين العترة الطاهرة الراوية لحديثنا يشدد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد الحديث الثامن بسنده بسند الكليني عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه عالم عالم إنه راوية الحديث عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد كان في نية أن أقرأ بعض الأحاديث المهمة من تفسير إمامنا الحسن العسكري لكنني أرى الوقت يجري سريعا ولذا فإنني طويت كشحا عنها من من أذع علينا شيئا من أمرنا فهو ممن قتلنا عمدا ولم يقتلنا خطأ في زماننا إذا كان هناك من برنامج عمل لإمام زماننا ونحن قد اطلعنا عليه فإن الرواية هذه ترتبط بأسرار عمل إمام زماننا هذا إذا كان موجودا أما والواقع الذي نعيشه والحال الذي نحن عليه فلا توجد أسرار هناك تقية هناك مدارات هذه الأمور تجب مراعاتها إذا كانت واجبة على الإنسان أما الأحاديث التي في الكتب فكيف لا نذيعها وهي موجودة في كل مكان هي مذاعة أساسا الكتب متوفرة وبإمكان أي شخص أن يصل إليها فإن الإذاعة حاصلة بحسب الواقع حينما نتحدث عن عدم الإذاعة لا بد أنها موجودة في مكان لا يصل الناس إليها بإمكان أي أحد أن يصل إلى أحاديث العترة الطاهرة من أولها إلى آخرها والزمان مختلف زماننا يختلف عن الأزمنة الماضية بل زماننا الآن يختلف عن خمسين من السنين الماضية إذا رجعنا إلى خمسين سنة مما مضى من القرن الحادي والعشرين أو من القرن العشرين فإن زماننا الآن يختلف اختلافا كبيرا عن نصف قرن من الزمن الماضي أتمنى أن يكون الجواب واضحا ونافعا ومفيدا نذهب إلى فاصل الرسالة من الأخت الفاضلة أم محمد من السعودية وتحديدا من العاصمة الرياض سؤالان في رسالتها السؤال الأول عن آية في القرآن تشرع زيارة القبور هذه المشكلة هي المشكلة التي يكثر الحديث عنها في الأجواء السعودية المشكلة الأزلية في الأجواء السعودية أقول للأخت الفاضلة عودي إلى الآية الحادية والعشرين بعد البسملة من سورة الكهف وكذلك أعثرنا عليهم أعثرنا عليهم على أصحاب الكهف ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها هذه الحكمة من يقضتهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم لما عادوا إلى نومتهم فقالوا 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 ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وبنوا عليهم مسجدا وصار ذلك المسجد مزارا وهذا المزار فيه أصحاب الكهف مع كلبهم وتحول الكلب من عين نجسة إلى عين طاهرة يتبركون بزيارتها الآية واضحة وواضحة جدا والقرآن هنا يقرر هذه الحالة ولم يرد نهي عن هذا الذي تحدثت عنه الآية الكريمة هذا هو الذي وقع القرآن قرر هذا الأمر رسول الله قرر ما في القرآن والحقيقة واضحة قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا دار للعبادة ومزار ومزار لأصحاب الكهف وكلبهم والناس تأتي للعبادة وللزيارة أصورة أصورة واضحة وواضحة جدا وهناك آية هي الآية الرابعة والثمانون من سورة التوبة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا الآية تخاطب النبي الأعظم أن لا تصلي صلاة الميت صلاة الجنازة على أحد من المنافقين من المنافقين المعروفين وإلا فإن أكثر الصحابة من المنافقين لكنهم لم يكونوا معروفين للجميع خواص رسول الله كانوا يعرفون المنافقين الكلام هنا عن المنافقين المشهورين المعروفين فيما بين المسلمين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا وماذا بعد ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون الآية واضحة تقول لرسول الله صلى الله عليه وآله لا تصلي صلاة الجنازة على أي من المنافقين ولا تقم على قبره لا تذهب لزيارة قبره هذا هو منطوق الآية أما مفهومها من أنه عليك أن تصلي على المؤمنين وأن تقف على قبوره فإذا كان هذا الأمر يجري مع عامة المؤمنين فكيف يكون الكلام مع محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قد يقول قائل ليس ضروريا أن يكون للآية من مفهوم الآية بمنطوقها فقط هذا الكلام يكون صحيحا لكن ليس في هذه الآية لماذا لأن الصلاة على المؤمن الميت واجبة فسيكون المفهوم ثابتا ولا تصلي على أحد منهم سيكون للآية مفهوم لأن الصلاة على المؤمن الميت واجبة فإذا ثبت هذا ثبت ما يرتبط ببقية الآية ولا تقم على قبره فسيكون المفهوم المفهوم كاملا بحسب سياق الآية إلا إذا قال قائل من أن الصلاة على المؤمن الميت ليست واجبة وعليه أن يقيم الدليل لأن ثابت عندنا أن الصلاة على المؤمن الميت واجبة فحينما تقول الآية ولا تصلي على أحد منهم من المنافقين المفهوم واجب وهو عليك أن تصلي على المؤمن الميت فيكون المفهوم في كل الآية المنطوق لا تصلي على المنافق ولا تقم على قبره المفهوم يجب أن تصلي على المؤمن الميت وأن تقوم على قبره إذا جمعنا بينما قرأته في سورة الكهف وبين ما جاء في هذه الآية فإن الآيتين تعضد إحداهما الأخرى إذا أراد قائل أن يقول من أن آية سورة الكهف هي خاصة بزمانها فإن الآية هذه في سورة التوبة تعضد ذلك المعنى ومن أنه مستمر إلى يومنا هذا هذا ما يرتبط بالسؤال الأول السؤال الثاني تسأل عن آية تشير إلى الجمع بين الصلاتين بين صلاة الظهر والعاصر وبين صلاة المغرب والعشاء الشيعة يفعلون هذا يجمعون بين الظهرين ويجمعون بين العشاء السنة لا يفعلون هذا يصلون الظهر الظهر لوحدها ثم يصلون العصر لوحدها وهكذا يصلون المغرب لوحدها ويصلون العشاء لوحدها الأخت العزيزة من الرياض تسأل عن آية في القرآن تدل على الجمع بين الصلاتين في صلاة الظهرين أو في صلاة العشاء إذا رجعنا إلى آيات الكتاب الكريم يمكننا أن نذهب إلى سورة قاف إلى سورة قاف وإلى الآية التاسعة والثلاثين بعد البسملة والتي بعدها فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك هذا تسبيح واجب التسبيح الواجب في الصلاة فاصبر على ما يقولون هذا أمر بالصبر الواجب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قبل طلوع الشمس إنه آخر وقت صلاة الفجر صلاة الفجر يمتد وقتها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس آخر وقتها قبل طلوع الشمس وسبح وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقت صلاة 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 الظهرين من الزوال إلى وقت الغروب ينتهي وقت صلاة الظهرين والدقائق الأخيرة تكون خاصة بصلاة العصر ما قبل الغروب إذن هناك وقت أول وهناك وقت ثان ومن الليل فسبح ويبدأ الليل من وقت صلاة المغرب الشمس هي العلامة بين الليل والنهار يبدأ النهار متى حينما تشرق الشمس ويبدأ الليل متى حينما تغيب الشمس فالشمس هي العلامة المميزة ما بين الليل والنهار حينما تشرق الشمس يبدأ النهار ثم يزداد ضوءها إشراقا وحينما تغيب الشمس ويبدأ الظلام خفيفا إلى أن يشتد باستمرار الوقت فالنهار يبدأ بشروق الشمس والليل يبدأ بغياب الشمس ومن الليل فسبح وأدبار السجود هذا ما هو بوقت بحسب تأويل العترة لقرآنها فإن أدبار السجود يقصد من هذا العنوان نافلة المغرب ولذا ليس هناك من وقت يقال له أدبار السجود هذا مصطلح قرآني بحسب تفسير العترة لقرآنها فإن أدبار السجود هي نافلة المغرب إذن الأوقات ثلاثة وقت لصلاة الفجر ووقت لصلاة الظهرين ووقت لصلاة العشاءين لا يوجد وقت رابع الآية واضحة فاصبر على ما يقولون إنه صبر واجب وسبح وهذا تسبيح واجب والتسبيح بحمد ربنا لا يكون واجبا إلا في الصلوات الواجبة وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس هذا الوقت الأول لصلاة الفجر وقبل الغروب الوقت المشترك بين الصلاتين ومن الليل فسبح بداية الليل بغياب الشمس هذا وقت صلاة العشاءين وأدبار السجود كما بيّنت لنا الروايات والأحاديث المراد من هذا العنوان نافلة المغرب هذا ما جاء في سورة قاف إذا ذهبنا إلى سورة هود إلى الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة الصورة هي هي وبنحو أوضح وأقم الصلاة هناك كان الأمر أن نسبح بحمد ربنا والتسبيح بحمد ربنا الذي يكون واجبا إنما هو في الصلوات الواجب هنا الآية وأقم الصلاة طرفي النهار الكلام مر علينا هناك الطلوع مثلما قرأت عليكم من سورة قاف هناك طلوع الشمس وهناك الغروب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأقم الصلاة طرفي النهار طرفاء النهار طلوع الشمس وغياب الشمس الكلام هو هو وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب هذان هما طرفاء النهار الطرف الأول لصلاة الفجر وطرف الثاني لصلاة الظهرين بجمعه ما معه وماذا بعد وزلفا من الليل وقسما من الليل وزلفا من الليل إنه وقت صلاة العشاء الذي يبدأ من الغروب إلى منتصف الليل صلاة المغرب والعشاء بالجمع بينهما لو كان القرآن يريد مننا أن نصلي الصلوات منفردة لذكر لنا خمسة أوقات لماذا ذكر لنا ثلاثة أوقات في سورة قاف وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح أوقات ثلاثة وفي سورة هود وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ولا يوجد شيء في الآية عن وقت الرابع أو خامس إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكر وهناك آية في الاتجاه نفسه تلاحظون أن القرآن يتحدث بنحو متكرر عن هذه الأوقات ولم يشر إلى خمسة أوقات وإنما أشار وتحدث عن ثلاثة أوقات وهذا هو الذي الشيعة عليه وقد أخذ هذا عن العترة الطاهرة التي دينها دين محمد الذي هو دين الله أما دين غير العترة فإنه دين الناس من أي صنف كانوا من البدو من الحضر من أية مجموعة من أية قبيلة في سورة الإسراء في الآية الثامنة والسبعين بعد البسملة أقم الصلاة لدلوك الشمس دلوك الشمس زوالها وقت زوال وقت صلاة الظهرين أول الوقت يختص بالظهر ثم تأتي صلاة العصر بعدها مباشرة هذا الوقت الأول أقم الصلاة أمر واجب أمر واجب الآيات تلزمنا بوجوب الجمع آيات صريحة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى غسق الليل هذا الوقت الثاني وقت العشاءين وقرآن الفجر إنها صلاة الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا لماذا كان قرآن الفجر مشهودا أحاديث العطرة تخبرنا من أن صلاة الفجر يشهد عليها ملائكة الليل وملائكة النهار بينما صلاة العشاءين يشهد عليها ملائكة الليل وصلاة الظهرين يشهد عليها ملائكة النهار أما صلاة الفجر إنها عملية تحويل فملائكة الليل يتركون مكانهم لملائكة النهار صلاة الفجر تكون في ساعة التحويل ما بين ملائكة الليل وملائكة النهار ولذا فإن صلاة الفجر مشهودة من الطرفين شهودها أكثر وهذه خصوصيتها الواضحة هذا تفسير العطرة لقرآنهم هذا ما هو كلامي أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل الغسق شدة الظلام عند منتصف الليل ينتهي وقت صلاة العشاء أقم الصلاة لدلوك الشمس هذا هو وقت ابتداء صلاة الظهرين إلى غسق الليل وقت انتهاء صلاة العشاء وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أوقات ثلاثة ولذا بعد الأوقات الثلاثة جاء ذكر نافلة الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك هنا تأتي النافلة الصلاة المندوبة أما الصلوات الواجبة اليومية فهذه أوقاتها ثلاثة ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا إذن هذه الآيات في سورة قاف في سورة هود وفي سورة الإسراء تتحدث عن أوقات للصلوات الواجبة وحصرت الأوقات في ثلاثة أوقات هذا يعني أن صلاة الفجر تصلى في وقتها عند طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أما صلاة الظهرين فهناك جمع فيما بينهما والأمر هو مع صلاة العشاء الآيات واضحة والأمر بصيغة الوجوب أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود يعني أن الذي يقام في غير هذه الأوقات بغير هذا التشريع مما يسميه الناس بالصلاة ما هو بصلاة الصلاة هي هذه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل هذه هي الصلاة قد يقول قائل من أن النبي كان يصلي في خمسة أوقات هذا قبل بيعة الغدير في عصر التنزيل بعد بيعة الغدير أخذ النبي يجمع بين الظهرين وبين العشاء دخلنا في عصر التأويل انتهت مرحلة التنزيل ومرحلة التأويل نسخت مرحلة التنزيل والقرآن حينما نزل نزل بلسان التأويل وليس بلسان التنزيل لأن مرحلة التنزيل كانت مرحلة مؤقتة كانت مقدمة ولذا لا توجد آية تتحدث عن خمسة أوقات للصلاة إذا أراد أحد أن يقول من أن القرآن يتحدث عن هذا فليرشدنا في أي آية في أي سورة هذه الآيات التي قرأتها عليكم كلها تتحدث عن هذه الحقيقة التي بيّنتها قطعا الموضوع بحاجة إلى تفصيل أكثر لكنني أكتفي بالذي ذكرته لأن الوقت يجري سريعا وعندي مجموعة مهمة من الأسئلة نذهب إلى فاصل الرسالة من العراق وتحديدا من الناصرية من الأخت العزيزة الفاضلة شيماء تقول عندي سؤال هل أن الله جل وعلا له سلطة على الشيطان أعتقد أنك تعرفين الجواب الجواب نعم إلا أنك تسألين مقدمة لسؤال آخر وإذا كانت له سلطة لله سبحانه وتعالى لماذا يغوي بني آدم صالحهم وطالحهم هذا سؤال يا شيماء من الأسئلة البشرية الأزلية وإذا كانت لله من سلطة على الشيطان لماذا يغوي بني آدم صالحهم وطالحهم ما تحدثت به في حلقات متقدمة من هذا البرنامج فيما يرتبط بخارطة الخلق الحديث الذي تحدثت به هناك يشكل جوابا لهذا السؤال أنا ألفت نظرك إلى تلك الحلقات سأجيبك الآن من جهة أخرى إلا أن الجواب الأصل والجواب المفصل هو في تلك الحلقات لأن الشيطان مخلوق من مخلوقات الله وهو جزء من خارطة الخلق وله ارتباطات بالمخلوقات المختلفة الأخرى وبالمناسبة فإن الشيطان له قدرة على الجماد وعلى النبات وعلى الحيوانات ولا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع لأن سؤال عن بني آدم وعن علاقة الشيطان بهم فما تم من حديث بخصوص خارطة الخلق ومن أن جهات في الخارطة لا تتحرك وجهات تتحرك ببطء وجهات تتحرك بسرعة وتنتقل من حيثية إلى حيثية أخرى وهناك العلائق والارتباطات والإضافات وهناك قانون الفعل والانفعال الإنفعال إبليس الذي يعبر عنه بالشيطان هو جزء من هذه المنظومة مثلما الإنسان جزء من هذه المنظومة والإنسان له العلائق مع سائر المخلوقات الأخرى مع الجماد والنبات والحيوان وله علاقة مع الشيطان كذاك الحال بالنسبة لإبليس هذه خارطة متكاملة أتمنى أن تعود إلى تلك الحلقات لكنني سأجيبك هنا من حيثية أخرى لأن السؤال عن بني آدم عن الإنسان الميزة الميزة ميز الله الإنسان بها العقل العقل هو الميزة التي ميزت الإنسان عن سائر المخلوقات على الأقل في عالمنا الأرض وإنني إذ أتحدث هنا عن عقل الإنسان بما هو إنسان هذا العقل العقل الذي عبر القرآن عنه في سورة المؤمنون حينما حدثتنا السورة عن حكاية وقصة خلق الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى أن تقول الآيات ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالق ثم أنشأناه خلقا آخر أنشأناه خلقا آخر بهذه الميزة التي تميز بها الإنسان بعقله حتى الملاحدة كبار الملاحدة حينما يتحدثون عن إلحادهم ويذكرون إشكالاتهم على الذين يعتقدون بوجود الله ويتحدثون عن معايب الأديان وفي عالم الإلحاد حينما يصلون إلى العقل يقفزون عليه لأنهم لا يستطيعون أن يجيبوا أنفسهم فضلا عن الآخرين إذا لم يكن هناك من خالق حكيم من من أين جاء العقل عند الإنسان من الطبيعة كيف كونت الطبيعة عقل الإنسان العقل شيء خارج عن التفاعلات الكيميائية قطعا هناك من يحاول الالتفاف حول هذه الحقيقة لكنني أقول للذين يكونون منصفين مع أنفسهم من الملحدين من أين جاء العقل للإنسان بالإمكان أن نقنع الآخرين بأن الطبيعة عبر عمليات كيميائية معقدة وعبر حالة من التطور عبر ملايين السنين وصلنا إلى ما وصلنا إليه يمكن أن يقتنع عاقل بهذا يمكن ولكن أن العقل ماذا نصنع له من أين جاء العقل هذه حقيقة تربك كبار فلاسفة الإلحاد ولذا فإنهم يقفزون عليها يحاولون أن يتملصوا من هذا المأزق بطريق وطريق ليس الكلام معهم إنما جر الحديث الحديث الإنسان حينما ميزه الله بعقله هذا العقل هذا العقل لا يستطيع أن يعمل من دون حرية لا أتحدث عن حرية سياسية وعن حرية اجتماعية إنني أتحدث عن حرية المخلوق أن يكون مختارا إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا فهذا العقل بالضبط كالسمكة إذا أخرجتها من الماء ماتت هذا العقل إذا لم تكن هناك حرية إنني أتحدث عن حرية تكوينية عن عقل خلقه الله تكوينا وأعطاه حرية الحركة حرية الحركة الفكرية لا أتحدث عن حرية في عالم السياسة أو في عالم الحياة الاجتماعية قطعا هذه الحريات هي إنعكاس لحرية العقل لكنني لا أتحدث عن هذه الإنعكاسات وهذه الآثار إنما أتحدث عن الحرية التي هي جزء من تكوين المخلوق البشر كرامة المخلوق البشر هي هذه عنده عقل وهذا العقل لا يعمل إلا مع وجود الحرية مع وجود الحرية فبإمكان الشيطان أن يتواصل مع الإنسان أكان صالحا أم كان طالحا وبإمكان الإنسان أن يتواصل مع الشيطان مثلما يستطيع أن يتواصل مع سائر المخلوقات أكان صالحا أم كان طالحا ومن هنا إذا ما تحقق التواصل يستطيع الشيطان أن يؤثر على الإنسان ويستطيع الإنسان أن يواجه الشيطان ولي يتأثر به وفي حال إذا ما تأثر الإنسان بالشيطان أكان صالحا أم كان طالحا أتحدث عن الإنسان أكان صالحا أم كان طالحا فإن درجة التأثر بالشيطان تختلف من شخص إلى آخر وكذلك إذا تمنع الإنسان عن الشيطان أكان صالحا أم كان طالحا قد تستغربونه كيف يتمنع الإنسان الطالح عن الشيطان لأنه أكثر فسادا من الشيطان بإمكانه أن يتمنع عن الشيطان الطالح بإمكانه أن يتمنع عن الشيطان بل إن الشيطان لا يقترب منه لا يحتاج الشيطان أن يصرف وقتا معه في رواياتنا في أحاديثنا في الكافي الشريف في الجزء الثامن الأحاديث المعصومية تبين لنا من أنه من الشيعة من الشيعة ممن ينتحل مودة أهل البيت ليكذب ليكذب حتى أن الشيطان يحتاج إلى كذبه يعني أنه يكذب من دون أن يتواصل مع الشيطان ولكن الشيطان يعجب بأكاذيبه فيأتي محتاجا يستورد الأكاذيب منه إنه مراجع الشيعة الكبار فإن الشيطان لا يحتاج إلى أكاذيب عمال البلدية أو إلى أكاذيب المضمدين والممرضين في المستشفيات ولا يحتاج إلى أكاذيب باعة الخضروات الشيطان يحتاج إلى أكاذيب مراجع الدين فهؤلاء لا يحتاجون الشيطان هم أسوأ من الشيطان إنهم ليكذبون ويكذبون حتى يحتاج الشيطان إلى كذبه هذا ما هو كلامي هذا كلام أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذن الموضوع مفصل الموضوع مفصل ولذا أرجعتك إلى خارطة الخلق فهناك من البشر من يحتاجه الشيطان يحتاج أكاذيبه وهو لا يتواصل مع الشيطان لأنه في غنى عنه الشيطان يستورد الأكاذيب منه هذه الحقائق القرآن تحدث عنها الأدعية والزيارات المعصومية تحدثت عن هذه المضامين الروايات والأحاديث الشريفة أصل القضية هنا الإنسان تميز بالعقل والعقل لن يعمل من دون حرية لا بد أن يكون المخلوق حرا حرا في اختياراته فحينما تولدت وتوفرت الحرية للعقل صار بإمكان الشيطان أن يتواصل مع الإنسان قدرة الإدراك عند الحيوانات محدودة ولذا فإن الشيطان حينما يتواصل مع الحيوانات يتواصل معها بنحو محدود لأن قدرة الإدراك عندها محدودة حريتها محدودة لأن الإدراك عندها محدود الحيوانات قدرة إدراكها أعلى من النباتات وعندها حرية بدرجة أعلى من النباتات بحسبها والقرآن حدثنا من أن الحيوانات أمم كحالنا كحال البشر إنها أمم أمثالنا بتعبير القرآن هكذا وصفها من أن الحيوانات أمم كحال أمم البشر عقل مع الحرية يستطيع الإنسان أن يتواصل مع الشيطان ويستطيع الشيطان أن يتواصل مع الإنسان ونحن في عالم إضافات فكل شيء له فاعلية وفيه انفعال وهذا يعني أنه ما من شيء إلا وله إيجابيات وله سلبيات كل شيء هناك محاسن وهناك مساوة لأن العالم عالم إضافات وارتباطات وشيء يرتبط بشيء هذه إجابة مجزة وسريعة إلا أن الموضوع المفصل يمكنك أن تعودي كي تتدبر فيما تحدثت عن بخصوص خارطة الخلق نذهب إلى فاصل الرسالة من الأخت العزيزة الفاضلة التي عنونت اسمها ب فاطمة الزهرائية هل سيجري قانون البداء على الفتن التي ستقع في عصر الظهور وخاصة الفتن التي سيقع فيها أنصار الإمام الحجة عليه السلام مثال مثال فتنة الانتقام من قتلة الصديقة الكبرى السيدة الزهراء عليه السلام يعني إذا انتشر الوعي الزهرائي بين الناس هل سيكون البداء في مثل هذه الفتن وهل ستتغير الفتن التي نعرفها وتأتي بصورة مختلفة الأحداث والوقائع التي ترتبط بعصر الغيبة أو بعصر الظهور بل في كل زمان لكن لأن السؤال يدور حول عصر الظهور قانون البداء هو القانون الأعلى في الخارطة الخلقية لكن الوقائع في الخارطة الخلقية على ثلاث مراتب المرتبة الأولى الوقائع التي هي بمستوى المعات إن الله وعد العباد بها بمستوى المعات الوقائع التي بهذا المستوى لن تكون خاضعة للبداء لماذا؟ لأن القرآن وضع لنا قانونا هذا القانون من أن الله لا يخلف المعات الوقائع التي هي من هذا المستوى كيوم القيامة هل يحدث البداء في يوم القيامة؟ لأن يوم القيامة من المعات ليس هناك من بداء في يوم القيامة لا بد أن يكون هذا معاد إلهي الرجعة لا بد أن تكون ظهور إمام زماننا لا بد أن يكون وقت الظهور يكون خاضعا للبداء يتقدم يتأخر لكن الظهور بما هو ظهور لا بد أن يتحقق ما عبر القرآن عن بأيام الله أيام الله ثلاثة يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى أيام الله في القرآن من المعات وإن الله لا يخلف المعات هناك مستوى آخر من الأحداث والوقائع إنها الوقائع المحتومة المحتومة خاضعة للبداء لكن نسبة حصول البداء فيها أقل من النوع الثالث من الوقائع وهي الوقائع غير المحتومة الوقائع غير المحتومة نسبة حصول البداء فيها كبيرة على سبيل المثال غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قم المقدسة صفحة 314 الحديث العاشر عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري من كبار أصحاب الأئمة هذا قال كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا عند إمام الجواد فجرى ذكر السفياني في رواياتنا من أنه لابد للمهدي من سفياني وهذا واضح السفياني من العلامات الحتمية أقوى علامة حتمية هي علامة السفياني علامة محتومة والروايات تصرح من أنه لابد للمهدي من سفياني فجرى ذكر السفياني وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم فقلت لأبي جعفر أبو هاشم الجعفر يسأل إمامنا الجواد فقلت لأبي جعفر هل يبدو لله في المحتوم قال نعم هل يبدو لله في المحتوم قال نعم بإمكان الأمة بإمكان الأمة وأتحدث عن الشيعة بنحو خاص بإمكان الشيعة أن ينتج لنا سفيانيا أسوأ من الذي ذكر في الروايات وبإمكانهم أن ينتج لنا سفيانيا كالذي جاء في الروايات وهو الذي سيأتي وبإمكانهم أن ينتج سفيانيا يكون أقل سوء من الذي جاء ذكره في الروايات وبإمكانهم أن يكون على حال لا يكون هناك سفياني هذا من الجهة النظرية لقانون البداء لكن المعطيات والوقائع تقول من أن السفياني قادم لا بد أن يأتي ومثل ما حدثتنا الروايات وإلا لماذا حدثونا وأخبرونا المعطيات من حولنا كلها تشير إلى هذا الاستعلاء الإسرائيلي الاستعلاء الإسرائيلي واضح كوضوح الشمس الفتنة الشامية والتي كلما حاولوا أن يغلق نافذة أو بابا منها إن فتحت أبواب ونوافذ فتنة مستديمة ما هدأ جانب منها إلا وثار جانب آخر المد الخراساني المد الخراساني لا أتحدث هنا عن حكومة أو سياسة أو حاكم إنني أتحدث عن منظومة كاملة تدخل فيها الحكومة والسياسة والاقتصاد والشعب والدين إنها الحركة الإنسانية بما فيها الموافق والمعارض أتحدث عن هذه المنظومة التي بدأ حراكها منذ سنة 1979 ونشاطها الأول يعود إلى بداية الستينات إنها مقدمات الثورة الإيرانية هذا المد الخراساني هو الذي سينتج لنا الراية الخراسانية هذه المعطيات من حولنا هذه المعطيات لم تكن قد تجمعت في عصر من العصور الماضية الاستعلاء الإسرائيلي لم يكن له من أثر أو من وجود الفتنة الشامية المد الخراساني الحكم العباسي النجفي البغدادي في العراق واضح واضح كوضوح الشمس لم تبق إلا أن تظهر راية السفياني من بين هذه المعطيات وتظهر حينئذ راية اليماني وراية الخراساني هذه المعطيات هكذا تقول قد تتغير قد يحدث البداء لكن الواقع هو الذي يشي بهذا وهو الذي ينبئنا من خلال كل هذا المعترك السياسي والاجتماعي والثقافي إلى كل التقلبات التي نراها تترى يوماً بعد يوم في منطقة الظهور على أي حال أعود إلى الرواية فجرى ذكر السفياني وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم فقلت لأبي جعفر هل يبدو لله في المحتوم قال نعم قلنا له فنخاف أن يبدو لله في القائم فقال إن القائم من المعاد والله لا يخلف المعاد الله لا يخلف المعاد هذا قانون قرآني واضح ألا تلاحظون أن العترة الطاهرة ترجعنا إلى القرآن دائماً إلى قاعدة المعلومات الحقيقية هذا قانون قرآني إن القائم من المعاد والله لا يخلف المعاد أعود إلى سؤال السائلة من أن الفتن والوقائع التي تحدثت عنها الروايات الشريفة والتي ستقع في زمان ظهور الحجة بن الحسن وخصوصاً الفتن التي ترتبط بخواص أصحابه هل سيقع البداء فيها هذا ممكن هذا ممكن بحسب الظروف الموضوعية وبحسب الأحوال التي يكون الناس عليها إن كانوا من خواص الإمام أو كانوا من عوام الشيعة أو كانوا من أعداء الإمام الأمور مترابطة فيما بينها إنها الحركة ضمن قوانين خارطة الخلق فكل هذا ينعكس على الواقع الذي سيكون السؤال واضح عن الفتن والوقائع هل ستكون خاضعة لقانون البداء الجواب نعم بشرط أن تتوفر الشرائط التي يتفعل فيها قانون البداء نذهب إلى فاصل رسالة من أحد خطباء المنبر من العراق يقول في رسالته هكذا أورد الدكتور الشيخ علي المياحي في محاضرة له أن الإمام زين العابدين عليه السلام قاتل يوم عاشوراء وأصيب بجراح في الحملة الأولى لكن المتعارف عليه أنه لم يرد نص تأريخي على ذلك خصوصا في كتب المقاتل أو مقاتل الطالبيين أو غيرها وأنه تمرض في اليوم الذي ورد في كربلاء هذا هو نص السؤال الذي ورد في الرسالة هذه أنا أنا لا أدري ما الذي قاله علي المياحي في كلامه لكنني سأجيب على سؤال السائل بخصوص موقف إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه وهل اشترك في القتال يوم عاشرة ما عندنا من أحاديث المعصومين وما عندنا من معطيات في أجواء العترة الطاهرة فإن الإمام السجاد كان مريضا إلى حد بعيد وشديد جدا لا نستطيع أن نتصور أنه يقاتل ويشترك في الحرب هذا هو الواضح والبين والصريح في المعطيات المتوفرة لدينا هناك مخطوطة نشرتها مجلة تراثنا مجلة تراثنا مجلة فصلية تصدر عن مؤسسة آل البيت في مدينة قوم المقدسة في العدد الثاني من السنة الأولى خريف ألف أربعمية وستة للهجرة في سنوات ماضية العدد الثاني السنة الأولى خريف ألف أربعمية وستة للهجرة إنها نشرة فصلية مجلة فصلية عنوانها تراثنا تصدر عن مؤسسة آل البيت في مدينة قم المقدسة مخطوطة عنوانها تسمية من قتل مع الحسين عليه السلام من ولده وأخوته وأهل بيته وشيعته هذه المخطوطة للفضيل ابن الزبير الكوفي الأسدي من أصحاب إمامنا الباقر والصادق قام بتحقيقها محمد رضا الحسين بحسب المجلة في الصفحة الخمسين بعد المئة جاء في هذه المخطوطة وكان علي بن الحسين عليه السلام عليلا هذا الأمر نعرفه جميعا وكان علي بن الحسين عليه السلام عليلا وارتث يومئذ كلمة ارتث يعني أنه دخل المعركة وقاتل حتى جرح جراحات كثيرة حتى قارب الموت في قتاله هذا معنى ارتث يقال للرجل الذي يشترك في الحرب ويقاتل ويجرح بجراحات كثيرة وشديدة حتى يقع على الأرض ولا يستطيع النهوض وهو قد قارب الموت فيأتون لحمله يقال لهذا الرجل بأنه رجل مرتث وفلان ارتث بالجراحة أي أن جراحته عميقة وشديدة جدا إنه قريب من الموت هذا الكلام لم يكن منقولا عن أئمتنا صاحب المخطوطة وإن كان من أصحاب الأئمة فإنه قد يكون نقل الكلام عن أشخاص آخرين لم يقل من أن الإمام الإمام المعصوم هو الذي قال هذا الكلام وكان علي بن الحسين عليه السلام عليلا وارتث يومئذ يعني أنه قاتل وأصيب بجراحات عميقة هذا الكلام ليس منطقيا ليس منطقيا أبدا لأنهم حينما دخلوا إلى الخيمة أرادوا قتل الإمام السجاد لكنهم وجدوه في حالة مرض شديد لو كان قد قاتل في المعركة وجرح في المعركة لقتلوه حينما دخلوا عليه في الخيمة هذا الكلام ليس دقيقا فيبدو أن المتحدث الذي أشار إليه السائل اعتمد على هذا الكلام لأنني لا أعرف مصدرا آخر تحدث عن أن الإمام السجاد صلوات الله عليه قد اشترك في المعركة هذا المصدر الوحيد الذي أعرفه وكان علي بن الحسين عليه السلام عليلا وارتث يومئذ وقد حضر بعض القتال فدفع الله عنه هذا الكلام بحسب ما جاء في هذه المخطوط الذين يعتمدون على هذا الكلام يعتقدون أن الإمام السجاد قد اشترك في المعركة وقاتل الواضح عندنا في النصوص والمعطيات المتوفرة في أجواء العترة الطاهرة من أن الإمام السجاد قبل الوصول إلى كربلا لم يكن مريضا ما إن وصل إلى كربلا حتى أصيب بمرض وهذا المرض كان شديدا والمرض لم يكن مرضا اعتياديا هذه هذه قضية أمنية هذه قضية أمنية قضية إعجازية من دون سبب الإمام السجاد صار مريضا وهناك شيء آخر لا يشار إليه هذا المرض جعل أعداء الإمام ينظرون إليه وكأنه غلام صغير مع أن الإمام كان كبير السن ابن شهر آشوب في المناقب يقول من أن عمر الإمام السجاد كان في الثلاثين أنا لا أقبل هذا الكلام لأن المعروف أن الإمام السجاد ولد في السنة الثامنة والثلاثين للهجرة هناك من يقول بأنه ولد قبل هذا التأريخ ولذا فإن ابن شهر آشوب الماز دراني يقول من أن عمر الإمام السجاد في كربلاء كان في الثلاثين الإمام كان عمره ما بين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين لم يكن صغيرا ولكن القوم كانوا ينظرون إليه على أنه غلام صغير المرض كان حادثا إعجازيا لأجل حماية الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذا الإرشاد إرشاد المفيد وهذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير إنها الطبعة الأولى 1428 هجري قمري قموا المقدسة صفحة 351 حميد بن مسلم المفيد ينقل عن وهو ممن حضر في الواقعة ومن جيش يزيد لعنة الله عليه هو يقول ثم انتهينا إلى علي بن الحسين وهو منبسط على فراش وهو شديد المرض يبدو أن وقت أذان النجفي قد حان نذهب إلى فاصل الأذان النجفي وبعد الفاصل أعود إليكم حياكم الله قبل الفاصل كنت بدأت قراءة ما نقل المفيد عن حميد بن مسلم من أعوان بني أمية يقول يقول ثم انتهينا إلى علي بن الحسين هذا في يوم عاشوراء بعد مقتل سيد الشهداء ثم انتهينا إلى علي بن الحسين وهو منبسط على فراش وهو شديد المرض ومع شمر جماعة من الرجال فقالوا له ألا نقتل هذا العليل لو كان جريحا لقالوا له ألا نقتل هذا الجريح وليس العليل ألا نقتل هذا العليل فقلت حميد يقول سبحان الله أي يقتل الصبيان الإمام كان في العشرينات من عمره لكنهم كانوا ينظرون إليه بسبب الحالة المرضية الشديدة التي طرأت عليه وغيرت أحواله كما قلت لكم قبل قليل إنها حالة إعجازية فقلت فقلت سبحان الله أن يقتل الصبيان إنما هو صبي وإنه لما به لما به من مرض فتركوه فلم أزل حتى رددتهم عنه وجاء عمر بن سعد فصاح النساء في وجهه وبكين فقال لأصحابه لا يدخل أحد منكم بيوت هؤلاء النسوة ولا تعرض لهذا الغلام المريض فكانوا ينظرون إليه على أنه غلام صغير هذه حالة إعجازية وبقي الحال هو هكذا لما ذهبوا به إلى الكوفة ولما ذهبوا به إلى الشام الإمام كان مريضا لكن المرض لم يكن اعتياديا إنها حالة إعجازية بنحو مباشر وسريع تغير شكله وحاله حتى صار هذا المرض وهذا الحال سببا لدفع القتل عنه فليس هناك في المعطيات التي عندنا في الروايات في الزيارات في الأحاديث من أن الإمام قد اشترك في القتال إلا هذا الذي ذكرته من هذه المخطوطة التي نشرتها مجلة تراثنا سنة 1406 للهجرة رسالة من الأخ العزيز أبو أحمد البلداوي من العراق ومن مدينة بلد الرسالة طويلة خلاصة الكلام فيها يسأل عن مقطعين في الأدعية والصلوات المقطع الأول جاء في الصلوات التي نعرفها في كتب الأدعية والمزارات بصلوات أو صلات أبو الحسن الضراب إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان صلوات أبو الحسن الضراب هي من جملة أعمالي وآدابي يوم الجمعة والمعروف أنها تقرأ في عصر يوم الجمعة جاء في آخرها في آخر صلواتي أو صلاتي أبو الحسن الضراب بعد أن تقدم ذكر السادة المعصومين صلوات الله عليه وصلي على وليك وولاة عهدك والأئمة من ولده الحديث عن إمام زماننا هنا وصلي على وليك وصلي على الحجة بن الحسن وصلي على وليك وولاة عهدك والأئمة من ولده ومد في أعمارهم وزد في آجالهم وبلغهم أقصى آمالهم دينا ودنيا وآخرة إنك على كل شيء قدير سؤال الأخ العزيز أبو أحمد عن مضمون هذه الكلمات من هم ولاة عهدك ومن هم الأئمة من ولده من ولد الحجة بن الحسن هذا المضمون لا يتحدث عن زمان الغيبة في زمان الغيبة الأولى فليس هناك من ولاة عهد وليس هناك من أئمة من ولده صلوات الله عليه لا نملك لا عينا ولا أثرا يشير إلى هذا وفي زمان الغيبة الطويلة كذلك الروايات أخبرتنا من أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه سيكون له أولاد وصلوات وصلوات هذه تتحدث عن زمان ما بعد الغيبة الثانية عن زمن الظهور وصل على وليك إنه إمام زماننا الحجة بن الحسن وولاة عهدك ما المراد من ولاة العهد لا يتبادر إلى أذهانكم أن المراد من ولاة العهد جمع لولي العهد وولي العهد هو الذي يهيأ للحكم في زمان أبيه كي يكون حاكما بعد موت أبيه هذا هو أشائع بين الناس هذا المضمون لا وجود له في ثقافة العترة الطاهرة ولي العهد أن ينتخب الملك الحالي أحد أبنائه أحد أخوته أحدا من الناس كي يكون وليا للعهد يهيئونه كي يكون ملكا بعد موت الملك الحالي هذا هو المعروف بين الملوك والسلاطين هذا المعنى لا وجود له في ثقافة العترة الطاهرة هذا المعنى كان موجودا كان موجودا عند الروم وعند الفرس عند الأمم المختلفة في تأريخ المسلمين أول من نصب وليا للعهد هو معاوية معاوية نصب يزيد وليا للعهد على أن يكون خليفة من بعده فأول وليا للعهد في تأريخ المسلمين هو يزيد ابن معاوية ومعاوية كان يقلد الروم كان يقلد الدولة الرومية وكان يحكم بالأسلوب الرومي في سوريا في بلاد الشام ولذا فإن الثقافة الرومية هيمنت على بلاد الشام فلا يوجد في ثقافة العترة ما يقال له ولي العهد في ثقافة العترة هناك عهد الولاية وعهد الولاية هو عهد بيعة الغدير أتحدث عن الغدير الأول وعن الغدير الثاني الغدير الأول بيعتنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والغدير الثاني بيعتنا مع إمام زماننا الحجة بن الحسن فعهد الولاية هو هذا نحن ما عندنا ولي للعهد وإنما عندنا عهد للولاية عهد في أعناقنا فعهد الولاية يعني يعني بيعة الغديرين الغدير الأول غدير علي أمير المؤمنين والغدير الثاني غدير قائم آل محمد أما المراد من ولاة العهد هم الذين يديرون أمور الحكم في الدولة المهدوية زمان العصر القائم بعد الظهور الشريف هؤلاء قد يكونون من ولده من ذريته قد يكونون من الهاشميين من أقربائه وأرحامه قد يكونون من شيعته وأنصاره وأوليائه الذين يديرون أمور الخلق هؤلاء هم ولاة العهد المهدوي الصلوات هكذا قالت وصل على وليك وولاة عهدك لأن العهد المهدوية هو عهد الله وصل على وليك وولاة عهدك المراد وولاة عهده عهد القائم صلوات الله عليه وهم الذين يكونون أعوانا له في إدارة شؤون الدولة المهدوية القائمية وصل على وليك وولاة عهدك هؤلاء هم الوزراء وهم القادة وهم الأعيان والأمراء والنقباء وصل على وليك وولاة عهدك والأئمة من ولده إنهم أئمة من بعده لكن الدولة من بعد العصر القائمي تكون قد دخلت في مرحلة الرجعة ومرحلة الرجعة تختلف عن الزمن الذي نعيش فيه وتختلف عن زمان الدولة القائمية لأننا سننتقل إلى مرحلة جديدة إلى مرحلة برزخية ما بين عالم الدنيا وعالم الآخرة القوانين التكوينية ستتغير المرحلة القائمية بمثابة تمهيد للرجعة وللقائم من آل محمد رجعة عظيمة أيام الرجعة العظيمة الظهور المهدوي الشريف مقدمة مقدمة وتمهيد لعصر الرجعة عصر الرجعة يختلف عن عصرنا الذي نعيشه اليوم بكل تكوينه وبكل مفرداته إنها حالة جديدة نعيشها ما بين عالم الشهادة والغيب عالم الرجعة عالم فيه حيثية عالم الشهادة وفيه حيثية عالم الغيب ولذا فإننا لا نستغرب أن مراتب من الأئمة سيكونون قطعا الإمام الأصل هو أحد الأئمة الأربعة عشر في بعض مراحل الرجعة وفي بعض مراحلها سيكون هناك أكثر من واحد من الأئمة الأربعة عشر حتى يجتمع بتمامهم وكمالهم في الدولة المحمدية العظمى سيكون الحاكم الأعلى سيكون الحاكم الأعلى نبينا صلى الله عليه وآله علي وفاطمة وسائر الأئمة من ولد علي وفاطمة سيكونون الوزراء سيكونون الأمراء النقباء الكلام هنا في زمان الدولة القائمية وصل على وليك على إمام زماننا وولاة عهدك من الوزراء والأمراء والنقباء إنهم وولاة العهد القائمي وزراء العهد القائمي هذا هو المراد من ولاة العهد والأئمة من ولده من ولد القائم صلوات الله عليه ومد في أعمارهم وزد في آجالهم وهؤلاء هم الذين سمتهم الأحاديث الشريفة بالمهديين المهديون هم أولاد القائم صلوات الله وسلامه عليه وهم أئمة من بعده لكنهم أئمة ضمن عصر الرجعة فعصر الرجعة يختلف عن عصرنا هذا ويختلف عن العصر القائمي بدايات التواصل مع عالم الغيب ستكون في العصر القائمي لكن العالم الأرضي سيبقى عالما أرضيا بطبيعته الأرضية في عصر الرجعة هناك تغير تغير تكويني في طبيعة العالم الأرضي سنكون في عالم فيه جهة طبيعية من جهات عالم الشهادة وفيه جهة غيبية من جهات عالم الغيب هذه مرحلة برزخية تتعالى شيئا فشيئا حتى نصل إلى مرحلة جنة الدنيا إنها الدولة المحمدية العظمى وإذا ما طويت صفحتها فإن العالم الأرضي سينتكس وستغيب الحيثية الغيبية لأن القيامة تقوم على شرار الخلق هذه أحاديثهم ورواياتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعود إلى عصر الرجعة في عصر الرجعة هناك الأئمة الأربعة عشر وهناك الأئمة من ولد القائم صلوات الله وسلامه عليه لكن الإمام الأصل هو الإمام من الأئمة الأربعة عشر أما الأئمة المهديون فإنهم يكونون في طبقات عالم الرجعة الصلاة هنا تتحدث عن هذه الوقائع وعن هذه الأحداث وهذا الموضوع بحاجة إلى شرح وتفصيل المقام ليس منعقدا لهذا الموضوع إذا سنحت فرصة في حلقات أخرى سأحدثكم بالتفصيل عن هذه الموضوعات التي حدثتنا الروايات الشريفة عنها تارة بالتصريح وتارة بالتلميح إذن هو هذا المعنى يا أبا أحمد وصل على وليك إنه إمام زماننا وولاة عهدك إنهم وزراء وأمراء ونقباء قائم آل محمد في دولته المهدوية القائمية والأئمة من ولده إنهم المهدويون الأئمة من بعد قائم آل محمد ويكونون ضمن دائرة الإمامة الكلية الإمامة الأصل هي إمامة الأئمة الأربعة عشر هذه دائرة فرعية من دوائر الإمامة نذهب إلى فاصل وسؤال آخر من الأخ العزيز أبو أحمد البلداوي عن الدعاء المروي عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه دعاء لإمام زماننا صلوات الله عليه أنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان الدعاء الذي أوله اللهم ادفع عن وليك وخليفتك وحجتك على خلقك ولسانك المعبر عنك الناطق بحكمتك وعينك الناظرة بإذنك إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف إلى أن يقول الدعاء اللهم أعطه في نفسه وأهله وولده وذريته وأمته تقرأ وولده أو وولده حتى إذا قرأت وولده فإن الولد تطلق على المفرد وعلى الجم اللهم أعطه في نفسه وأهله وولده وذريته وأمته وجميع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه وتجمع له ملك المملكات كلها قريبها وبعيدها وعزيزها وذليلها حتى تجري حكمه على كل حكم ويغلب بحقه كل باطل هذه الجمل تتحدث عن زمان الظهور وهنا حينما نقول اللهم أعطه في نفسه وأهله وولده أو وولده وذريته قد يراد من هذه الكلمة وولده قد يراد من ولده هنا المهدي الأول باعتبار أن الدعاء قال وولده وذريته وقد يراد من الذرية الأحفاد والأنسال التي تأتي بعد ذلك النتيجة هذه الجمل وهذه الكلمات تتعلق بعصر الظهور وأعتقد أن سياق الكلام واضح اللهم أعطه في نفسه وأهله وولده وذريته وأمته وجميع رعيته ما تقر به عين وتسر به نفسه قد يكون هذا الكلام يصدق في عصر الغيبة ولكن حينما نستمر في قراءة بقية الكلمات وتجمع له ملك المملكات كلها إما المملكات أو المملكات وتجمع له ملك المملكات كلها قريبها وبعيدها وعزيزها وذليلها حتى تجري حكمه على كل حكم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله إنه عصر الظهور وتجمع له ملك المملكات كلها قريبها وبعيدها وعزيزها وذليلها حتى تجري حكمه على كل حكم ويغلب بحقه كل باطل مضمون الآية التي تكررت في الكتاب الكريم فجاءت في سورة التوبة وفي سورة الفتح وجاءت ثالثة في سورة الصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله سؤال السائل هنا في هذه الجمل والعبائر اللهم صلي على ولاة عهده والأئمة من بعده وبلغهم آمالهم وزد في آجالهم وأعز نصرهم وتمم لهم ما أسنت إليهم من أمرك لهم وثبت دعائمهم واجعلنا لهم أعوانا وعلى دينك أنصارا فإنهم معادن كلماتك وخزان علمك وأركان توحيدك هذه الأوصاف الأئمة الأربعة هذه الأوصاف هي التي نقرأها في الزيارة الجامعة الكبيرة أو في سائر زياراتهم الشريفة هناك فارق بين هذه الكلمات وبين ما جاء في صلوات أبي الحسن الضراب وصل على وليك وولاة عهدك والأئمة من ولده ومد في أعمارهم وزد في آجالهم وبلغهم أقصى آمالهم دينا ودنيا وآخرة إنك على كل شيء قدير هذا يتناسب مع الأئمة المهديين من ولد قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه أما هذه الأوصاف والعناوين فهي تتناسب مع الأئمة الأربعة عشر فإنهم معادن كلماتك وخزان علمك وأركان توحيدك ودعائم دينك وأولاة أمرك وخالصتك من عبادك وصفوتك من خلقك وأولياءك وسلائل أوليائك وصفوة أولاد نبيك والسلام عليه وعليهم هناك مساوات في السلام بين إمامنا وبين آبائه وأجداده من الأئمة المعصومين الأربعة عشر والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته إذن ما جاء في الدعاء الرضوي اللهم صلي على ولاة عهده إنهم أعوانه الوزراء والنقباء من ولده من الهاشميين من أقربائه من شيعته وأنصاره والأئمة من بعده إنهم أئمة الرجعة والأئمة من بعده وبلغهم إلى آخر ما جاء في أوصافهم التي هي أوصاف الأئمة الأربعة عشر الأئمة في صلوات أبي الحسن الضراب إنهم المهديون الأئمة في الدعاء الرضوي إنهم أئمة الرجعة إنهم الأئمة الأربعة عشر وأعتقد أن هذا التشخيص واضح وواضح جدا من خلال التطقيق في ألفاظ هذه النصوص انتهى وقت الحلق نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أسئلة جديدة سألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر